السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة برنسيسة في مملكتي والنهاردة زي كل اسبوع بنعمل فيديو يوم الاربع الساعة واحدة الظهر بتوقيت مصر ببرنامجنا برنامج موضوع ولوك لوك وان شاء الله الحلقة النهاردة هتعجبكم باذن الله وتنردكم بس ما تنسوناش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشير كتير لكل صحابنا عشان الكل يستفيد بسم الله وهنبدأ على طول على بركة الله عشان ما طولش عليكم الفيديو احنا هالنهاردة هنتكلم موضوع خاص بالعروسة وازاي يعني هقرأ لكم الموضوع على طول عشان ما طولش عليكم الفيديو وما طولش كمان في الكلام بسم الله نروح على تبويب المنتدى فوق في قناة برنسيسة في مملكتي على الشمال هتلاقي كلمة المنتدى تضغط عليها اه هيطلع لك الموضوع ان هي تامن حلقات برنامجنا موضوع ولوك لوك سؤال الحلقة التامنة اه لو جالك عريس مغترب ليك او لوحدة يهمك امرها او بنتك او اختك او انت مسلا المهم ان هل هتوافقي اه ولو وفقتي اه هل الموافقة بان العريس اه هل موافقة بان العريس اه يسافر مع يعني العروسة اللي عندك دي تسافر مع جوزها او اه يعني انت كعروسة هل توفقي ان انت تسافر وتاغتاري بي اه مع جوزك يعني العريس دوت اه طبعا انا قلتلكم اكتبوا الرد في التعليقات وهنعمل فيديو لمناقشة الموضوع اه وهنعرض الحلقة ان شاء الله يوم الاربع الساعة واحدة الظهر بتوقيت مصر من كل اسبوع طبعا ايه كل اسبوع بنعمل حلقة جديدة بموضوع جديد وموضوع النهاردة اللي هو اه زوج مغترب او شاب مغترب وحابب ان هو يتجوز من اه بلده وياخد العروسة ويسافر اه بيها في الدولة الغربة اللي هو عايش فيها هلو هتوافقي هل لو هي اختك او بنتك هتوافق لها ان هي تسافر مع العريس فده اللي هنتناقش فيه في الحلقة بتاعت النهاردة طبعا انتوا عارفين ان حياة الغربة صعبة وعلى حسب اه زروف ووظيفة العريس ده وطبعا ازا هي انت او بنتك او اختك هتسافر فترات طويلة ويمكن ما تنزلش البلد اللي هي منها او بلدها غير كل سنة او كل سنتين او اكتر على حسب صروف جزهة فهل هتوافقوا بالموضوع ده هل ان انتوا هتسيبوا العروسة دي تسافر وتغتار بعيد عن اهلها في الفترات الطويلة دي فهنشوف كده متابعين قناة برنسيسة في مملكتي كتابوا لنا ايه ويا رب يكون فيديوهاتنا بتعجبكم ويا رب ما كنت طولت عليكم بسم الله دلوقتي عندي 13 تعليق من احلى قنوات ومتابعين لقناة برنسيسة في مملكتي هنتكلم اه ونشوف القنوات والتعليقات اللي كتبت وكمان المتابعين اللي زيز ربنا يبارك فيهم يا رب اه مش معانا اول تعليق منوعات ووصفات وسلوكيات اولادنا اه دي من القنوات الجميلة جدا منوعات ووصفات وسلوكيات اولادنا جميلة جدا بتتكلم عن الاطفال وايه السلوكيات اللي خطر عليهم والسلوكيات اللي احنا نشجعهم فيها وكمان الوجبات والحاجات السريعة اللي بيأكلوها الاولاد يعني قناة صراحة مميزة وحلوة جدا هتستفادوا منها كتير اول قالت لنا ايه قناة وصفاته وسلوكيات اولادنا من رأيي ان اول حاجة تعملها لازم تصلي وتصلي كتير يعني ركزت على كلمة الصلاة ولو في خير ربنا هيقربه ويكمل الموضوع بخير ولو مش هتكون سعيدة ربنا هيبعده عنها كمان لازم اهلها يسألوا كويس عنه اما موضوع بعد الزواج فيه عيب او لا دي حاجة ربنا اعلم بيها والسعادة من عند ربنا وهو كلنا مختربين مع اجوازنا وهو كلنا مختربين مع اجوازنا وما ينفعش نحكم على كل المختربين من خلال كام تجربة ممكن يكونوا وفشلوا والزواج ده زي البطيخة المقفولة محدش عارف هتطلع ايه غير لما تتجرب وهي وارجع واقول اهم حاجة الصلاة ده رأيي قناة من جميلة جدا جدا ربنا يبرك لها تعبنا جدا على قناتها ربنا يبرك لها فيها ومعنا كمان اه تعليق من قناة ملكة وسط الاكابر من القنوات العزيزة جدا على قلبي حبيبة قلبي ملكة بتعمل شوية ريفيوهات وحاجات جميلة جدا على قناتها ربنا يبرك لها فيها يا رب بتقول لنا ايه ملكة حبيبة قلبي بتقول انا رأيي اه ان لو العريز مخترب العريز ده مخترب او مسافر بس هو من اصل المنطقة بتاعتك وهو من نفس المكان اوكي هنسأل عنه ولو العيلة تمام وهو اخلاقه اه هنوافق وبعدين هتتخطب وهتا وتعرفه في وقت الخطوبة ام لو مش من نفس المكان او البلد ما ننصحش بكده يبقى تدمير للبنت لان اهم حاجة انها تعيش مع راجل يحافظ عليها وربنا يوفق الجميع البنات اللهم امين يا رب حبيبة قلبي ملكة من القنوات الجميلة جدا بحبها حبي حبيبها جدا 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 ملكة ربنا يبرك لها يا رب وكمان معانا احلى متابعة لقناة برينسيسة في مملكتي حبيبة قلبي مدام سامية من المتابعين اللي يعني ربنا يبرك لها يا رب ما شفتش نزلت فيديو ابدا الا حطتلي علي تعليق ربنا يبرك لها حبيبة قلبي مدام سامية من المتابعين اللي زاز جدا بحبها وقريبة جدا لقلبي قالت الزواج حياة وليس فستان لو اكتشفت عدم صلاحيته عادي استغنى عنه لكن لو تزوجت وكان الزوج به عيب لا تتحمل سامر بمشاكل ليس لها اخر وسوف اخسر لابد من دراسة هذا العريس جيدا من جميع الجهات طبعا اخلاقه وعاداته وتقاليده مستوى تفكيره واذا كان يناسبني اتوكل على الله حبيبة قلبي ربنا يبرك لك يا رب ورأيك يحترم حبيبة قلبي مدام سامية وكمان معانا الملكة وارد جوري من القنوات الجميلة جميلة جميلة وانسانة رقيقة جدا 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 ربنا يبرك لها يا رب حبيبة قلبي الملكة وارد جوري تعبانا والله على قناتها كتير جدا ربنا يبرك لها فيها يا رب بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا للأسف بهذا الموضوع مش عارفة اعطي رأيه بس راح اقول الغربة صعبة جدا لما تكوني لوحدك تمرضي ما في حد لما تكوني حامل وتولدي وما في حد لما تكوني زعلانة ومديقة وما في حد والله رأيك في الصميم يا ورد يا قلبي لما تنزل دمعتك وما في حد يمسح لك بانصح كل ام وكل صبية بانها تبقى ببلدها جنب اهلها الغربة قد ما كانت قد ما كانت رائعة لكن بتاخد احلى لحظات ممكن تكوني فيها سعيدة بين اهلك فتح اه اه فتحتي على المواجع حبيبة قلبي ربنا يبركلك يا رب حبيبة قلبي حبيبة قلبي ورد معلش يا قلبي انا اسفالك حبيبة قلبي ورد من القنوات الجميلة جدا جدا وعندها فيديوهات رائعة حبيبة قلبي تسلميلي يا رب ومعانا قناة وصفات ومنوعات ومهارون من القنوات الجميلة جميلة جميلة بحبها جدا جدا دي اختي تانية بجد حبيبة قلبي وصفات ومنوعات ومهارون اه تعبانة جدا على قناتها وعملة شوية حلويات وحاجات جميلة جدا ومخبوزات تحفى على القناة عندها ربنا يبركلكها فيها يا رب بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من رأيي بالنسبة الزواج ازمة ونصيب لو العريس هيكون على خلق وعارف ربنا هيحافظ عليها حتى لو في الغربة وربنا يفعل الخير للجميع ويعيشوا في سعادة وتمنى الخير للجميع زواج مبارك للزوج الصالح والزوجة الصالحة وربنا يكرمهم بالزرية الصالحة حبيبة قلبي وصفاته من نوعاته المهارون رأيك يحترم يا قلبي تسلميلي يا رب وكمان معايا مطبخ شيكا من القنوات اللي يعني عايز اقولكم يعني بتعمل فيديوهات متنوعة كتير جدا جدا وتعبانة على القناة جامد جدا فربنا يبرك لها فيها يا رب ويرفعها لها يا رب حبيبة قلبي وتبقى من احلى القنوات قريب ان شاء الله حبيبة قلبي ومطبخ شيكا او شيكا كتشين ربنا يبرك لها يا رب بتقول الموضوع حصل فعلا عندنا وانا اقنعت والدة العروسة وهي خلتي واقنعتها ان بنت خلتي كان طالبها شخص مش مصري ولا عربي وكان اخلاقه ممتازة ومتدين وكانت علاقتنا مع اهله عن طريق النت والسبب الاساسي في اتمام الزواج اخته لانها كانت صديقة العروسة ملخص الموضوع اننا لازم نتأكد من الناس اللي هنسبهم ونتأكد انهم اخلاقهم مثل اخلاقنا وطبعنا وانا طبعا مع انها تسافر مع جزها حبيبة قلبي رأيك يحترمي حبيبة قلبي مطبخ شيكا ربنا يبرك لك يا رب كمان معاية علي من ليلة رندا حبيبة قلبي ليلة رندا من المتابعين الجمال جدا جدا عززين جدا على قلبي برضو بشوف لها تعليقات كتيرة جدا على القناة عندي ربنا يبرك لها دايما يا رب قالت لو كان عريز زو اخلاق عالية ممكن لكن المشكلة ليست في المكان او الزمان بل هي في الشخص نفسه رأيي جميل جدا 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 حبيبة قلبي ليلة رندا اشكرك على رأيك يقلبي واشكر كل المتابعين وكل القنوات الجميلة اللي كتبت تعليقاتها ربنا يبرك لكم يا رب وكلكم جميعا يا رب حبيب قلبي 13 قناة ب13 تعليق او 13 متابع ربنا يبرك لكم جميعا يا رب وانا كنت عايز اقول لكم ان حياة الغربة صعبة ان الشباب في الغربة لا منه قادر ان هو يتجوز في بلده ويجيب عرصته معاه ولا منه يتقادر يتجوز في الغربة وفي نفس الوقت هو عايز يحافظ على وظيفته او شغله او مصدر رزقه فحياته بجد بتبقى صعبة جدا وخصوصا لما بيكون ملوش قريب في الغربة يعني ليه اخ ولا اب ولا ام ولا اي حد فبيبقى حياته يعني لا قادر ان هو يتمسك بالوظيفة والراتب المثلا اللي هو مش هيقدر يخليه ان هو يعيش مراته كويس في الغربة وفي نفس الوقت مش قادر ان هو يسافر بلده ويتجوز هناك ويسيب العروسة هناك طب ايه لازمة الجوازة لو هو ساب العروسة وسافر من غيرها فدي من المشاكل الرهيبة اللي موجودة في الغربة ان الشاب من دول بيبقى جاي عايز يشتغل يكون نفسه يروح بلده ويتجوز طب ماشي راح بلده ويتجوز طب العروسة اهلها رفضين او هي رفضة تسافر طب ما هو كده ما اعتبرش تجوز يعني مسكين طيب لو هو خدها معه في الغربة ما بيقدرش يعيشها في حياة مستقرة بتبقى حياة غربة يعني شقة صغيرة امكانيات بسيطة حاجات مش كل امكانيات وكل الحاجات المتوفرة لها في بلدها متوفرة لها في الغربة غير انها بعيدة عن اهلها غير انه هو ممكن يسيبها فترات طويلة جدا رايح في شغله وسيبها لوحديها فكل ده بيعني المغتربين فربنا يسر الغربة على الناس كلها يا رب وتكون ايام الغربة سهلة ان شاء الله على الجميع يا رب وطبعا دي مش كل الحالات اللي انا بتكلم فيه في حالات تانية كتير وتكون افضل من كده بكتير يمكن يكون العروسة والعريس الاتنين اصلا من اهلهم مغتربين ويعتبروا في وسط اهليهم فيه ناس كتير برضو مستوها المعيشة عالي جدا في الغربة وعشان كده بيقدروا انهما يوفروا كل الامكانيات للعروسة اللي جاية ديت فدي مش كل الحالات بس فيه حالات كده والحالات دي قريبة وشفتها فحبينا نحنا نحكي في الموضوع واسف اذا كنت طولت عليكم ما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وشير كتير لكل صحابنا عشان الكل يستفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشكر كل متابعين قناة برنسيسة في مملكتي واشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم اشتركوا في القناة